السلام عليكم ورحمة الله لكم من الموجز الرياضية حاضية منتخبنا الوطني للفتيات تحت 14 عاما لكرة القدم باستقبالنا رسمي وذلك فور عودته من العاصمة الأردنية عمانة بعد تحقيقه المركز الثاني في البطولة الإقليمية عن منطقة غرب آسيا حيث كان في مقدمة مستقبلي الفريق رئيسة اللجنة النسائية بالتحادي كرة القدم الشيخ حصة من تخالد آل خليفة ومحافظ محافظة العاصمة الشيخ حشام بن عبد الرحمن آل خليفة وأشادت الشيخ حصة بمجهودات الجهازين الفني والإداري لمنتخب الواعدات مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشاركات المستقبلية للمنتخب الحمد لله وشعل النتائج لا بد طبعا نعتني بهذا المنتخب ونعتني بهذا الجيل فهم قدروا أن يحققون إنجاز في هذه البطولة شاركنا في هذه البطولة في 2013 و14 و15 وهذه أفضل نتيجة لنا كانت مركز الثاني حصلنا مركز الثالث في 2013 لكن هذه الإنجازة أنا فرحانة به خاصة أن هذه مجهودهم وتعابهم طول السنة ودعم أهاليهم وتشجيعهم هما للتمارين فلا بد نحن نعتني بهم ونحن نشجعهم على التواصل في هذه الإنجازات والنتائج الطيبة أغامة اللجنة الأولمبية البحرينية احتفالا بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصرف الأول من مايو لكل عام بإقامة حفل لتكريم وظفي اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادات الرياضية الوطنية المتميزين برعاية الأمين العام السيد عبد الرحمن صارق عسكر وذلك تغديرا للجهود الكبيرة والعطاء المتميز الذي يقوم بهم وظفوه اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بما يسهم في تحفيزهم وتشجيعهم على العطاء والإرزقاء بالحركة الرياضية في مملكة البحرين أصبح فريق المنام على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق لقب دور زين البحرين لكرة السلة بعد تحقيقه الانتصار الثالث على جاره الأهلي بـ 71 نقطة مقابل 79 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من النهائيات وبهذا الفوز أصبح المنامع في حاجة للفوز المباراة القادمة فقط كي يتوج بطلا للمسابقة في الوقت الذي تبدو في حضوظ الأهلي صعبة للغاية حيث بات عليه الفوز في ثلاث لقاءات دون أن يخسر أي منهما من أجل الفوز إلا قب